ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضبية نعم في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية مخرجات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشكل استثنائي والتي رئيس وفد مملكة البحرين إليها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن أيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منوها بما أكدت عليه القمة بضرورة تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا والسبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي كافة مسؤولياته بإنفاذ القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومنها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشيدا المجلس بحسن التنظيم الذي ظهرت به القمة وما وفرته المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من كافة أسباب النجاح لها في سياق جهودها المتواصلة لنصرة القضية الفلسطينية والإحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة والعالم كما أكد المجلس على همية اللقاءات التي أجرها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأخي فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والتي تركزت حول الوضع في غزة بعدها أكد المجلس على همية حزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل تمكين برئاسة سمو الشخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل والتي تستهدف دعم خمسين ألف بحريني في السنة وترتكز على ثلاث مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكون الخيار الأول والأمثل في سوق العمل والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص وحث المجلس الأطراف ذات العلاقة بهذه المبادرة من القطاع الخاص التعاون مع تمكين لتحقيق الأهداف المرسومة لها لصالح أبناء الوطن بما في ذلك رفع أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومنوها بالجهود التي تبدلها وزارة العمل في هذا الجانب بعد ذلك وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى متابعة الملاحظات والتوسيات الواردة في تقرير دوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2022-2023 واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها منوها بالدور الذي يطلع به دوان الرقابة المالية والإدارية في التعاون مع الأجهزة الحكومية لضمان إدارة المال العام وفق الأهداف المحددة ثم قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية حول تنظيم إجراءات تسجيل واحتساب مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين في القطاع الخاص لتكون عن طريق الهيئة العام للتأمين الاجتماعي بما يعزز من استدامة الصناديق التقاعدية ويحفظ حقوق كافة المساهمين بالصناديق مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول مستجدات مؤشرات التنفسية ذات الأولوية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول تطوير الخدمات الإسكانية تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن تتكفل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج تسهيل عبر البنوك الممولة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المرور على الطرق مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عقارين للمنفعة العامة للتطوير العمراني ثم أخذ المجلس علما من خلال التقرير المرفوع من معالي وزير الداخلية حول نتائج المشاركة في الاجتماع الأربعين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعدها استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء حول ما أنجزته هيئة الكهرباء والماء خلال فصل الصيف للعام 2023 ما أسهم في انخفاض نسبة انقطاعات الكهرباء وتقليل فترة إعادة التيار الكهربائي ترجمة نانسي قنقر